هذه المساجد الثلاث عند المسلمين لها منزلة خاصة إذ جعل الإسلام الصلاة فيها خيرا من الصلاة في غيرها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بذلك أخبر أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة لذلك هذه الأماكن لها منزلة حرم الله تبارك وتعالى القتال في المسجد الحرام وهذه كانت عادة عربية وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى بعض الأشهر موصوفة بأنها أشهر حرم هذه الأشهر الحرم كان العرب قبل الإسلام يحرمون فيها القتال فجاء الإسلام وأقر هذا المعنى الجميل بتخصيص بعض الأزمنة بأن يمنع فيها القتال والاعتداء ليأمن الناس على أنفسهم وأستطيعون أن يسافروا وأستطيعون أن يرتحلوا من مكان إلى مكان حتى تهدأ فورة الحرب فيما بين الناس وبين بعضهم